جولة محادثات مرتقبة لمجموعة العمل الاستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية في واشنطن إيران بملفها النووي وبأنشطتها ستتصدر جدول أعمال هذه المحادثات على مستوى مستشاري الأمن القومي للبلدين تحركات تأثي على وقع استمرار ارتفاع سعر الطاقة وسعي إدارة بايدن للحد من التضخم الحاصل عبر عودة إيران إلى ضخ نفطها في الأسواق بعد رفع العقوبات في إطار إحياء الاتفاق النووي أهلا وسهلا بكم إلى الرابط إذن محادثات أمريكية إسرائيلية مرتقبة تشهدها العاصمة واشنطن البحث في الملف الإيراني وعنه نتسأل ما المؤشرات التي قد يحملها هذا التحرك الأمريكي الإسرائيلي تجاه سياسات إيران في المنطقة وتجاه ملفها النووي أيضا هل أزوط الطاقة العالمية وتقلبات أسعار النفط تستوجب تحركا أمريكيا عاجلا تجاه إيران؟ في ظل تعثر المفاوضات النووية مع طهران والمخاوف الإسرائيلية من رفع واشنطن الحرس الثوري من قائمة الإرهاب جولة جديدة من المناقشات الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب فيما يعتقد البعض أن الهدف منها هو تهدئة المخاوف الإسرائيلية حول الصفقة المرتقبة التي سترفع العقوبات عن قطاع الطاقة الإيراني متابع التفاصيل إدارته في موقف لا تحسد عليه تتخبط ما بين أرضاء تل أبيب أو مهادنة طهران فالطريق لإبرام صفقة نووية جديدة معبدة بأشواك إسرائيلية فيما اتخاذ قرارين بالجنوح نحو حل عسكري يصطدم بعوائق استراتيجية الدبلوماسية سلاح بايدن الوحيد حاليا ولهذا تهدئة مخاوف الحليفة أمر واجب فيدعوها إلى مائدته لجولة جديدة من المناقشات الاستراتيجية إنها فرصة أيضا لحكومة بنت التي لن تتوانى عن التصويب باتجاه الخطة باء تستبق طهران هذا الاجتماع بمناورة سياسية فتدعو الاجتماع حضوري ضروري مع المفاوضين النوويين من دون تحديد ما كان فيينا مناقشاتها تعثرت بالشروط الإيرانية واللاقات الأمريكية لكنها لن تبقى دون حسم فإدارة بايدن على مرمى أشهر قليلة من الانتخابات النصفية ويريد لتلك الصفقة النووية أن تتم بأقل تنازلات وهذا ما يفسر عدم الرد على شرط رفع الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب استغل الجيش فرصة العقوبات بشكل جيد لتقوية نفسه اليوم صناعاتنا العسكرية في أفضل حالتها تدعية حرب أوكرانيا هي الأخرى تضغط على بايدن بشأن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ولهذا فإن صفقة نووية مع طهران لن تمر من دون رفع العقوبات عن قطاع الطاقة ما يعني توسيع مروحة البدائل عن الطاقة الروسية للأوروبيين فإيران تمتلك ثاني أكبر احتياط من الغاز بنحو 17% بعد العملاق الروسي وتسع في المائة من احتياطات النفط حول العالم حتى وانزلت قيود تصدير الطاقة لن تتمكن إيران من تعويض الأوروبيين عن الغاز الروسي في المدى القريب ذلك أنها تحتاج لتطوير وسائل الإنتاج والاستعانة بتكنولوجيا شركات الطاقة الغربية في المحاصلة لن تذهب إدارة بايدن إلى انتخابات نصفية من دون تعبئة رصيد خارجي ولذلك تستغل طهران هذا العطش لتصبح أحد أهم مفاتيح خسارة أو نجاح الديمقراطيين قبل البدء بنقاش هذه الليلة أعود وأذكركم بسؤالي الرابط ما هي المؤشرات التي قد يحملها هذا التحرك الأمريكي الإسرائيلية تجاه سياسات إيران في المنطقة وتجاه ملفها النووي أيضا هل أزمة الطاقة العالمية وتقلبات أسعار النفط تستوجب تحركا أمريكيا عاجلا تجاه إيران هذا ما أطرحه على ضيوف الكرام في حلقة هذا المساء من القاهرة أرحب بالدكتور طارق فهمي وهو أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الإسرائيلية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أهلا وسهلا بك من واشنطن الدكتور غريغوري أف تاندليان وهو أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية في واشنطن ومن طهران ينضم إليه بعد قليل الدكتور أحمد مهدي وهو أستاذ الإعلام السياسي في جامعة قم الإيرانية أرحب بالضيوف جميعا أبدأ بضيفي منا واشنطن دكتور غريغوري إذن جولة من المحادثات الاستراتيجية بين أمريكا وإسرائيل متوقعة هذا الأسبوع التركيز سيكون فيها على البرنامج النووي الإيراني أيضا مواجهة نشاط إيران في المنطقة ولكن السؤال ما هي أبرز التحديات المطروحة الآن على الطاولة في ظل توقف وتعليق مفاوضات فيينا مع طهران إن أحد الحواجز المتبقية يتمثل في وصف الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب الأمريكية فإن إضراءة الرئيس الأسبق دونالد ترامب قد قالت إن هذه المنظمة مكون إرهابي فإن الطرف الإيراني كما يبدو يهتم بضرورة زالة هذه المنظمة من القائمة فهذا سوف يبقى أحد أهم الحواجز في هذه المفاوضات ولكن فيما يتعلق بالمشكلة الثانية فهي تكمن في كون العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني فهناك عدد من العقوبات التي تزال على القوائم الأمريكية وهي تتعلق بالتصرفات الإيرانية فإن القيادة الإيرانية تريد إزالة أو رفع هذه العقوبات في حين تصر إدارة بايدن على ضرورة البقاء عليها حتى تغيير النظام الإيراني لتصرفاته في المنطقة فيما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني اليوم كان هناك حديث للخارجية الإيرانية تقول بأن هناك أسباب كثيرة للخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوقف هذه المفاوضات ليس فقط هذه المطالب الإيرانية برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب هذا هو الوصف ووجهة النظر الإيرانية نناقش هذا الشق بعد قليل ولكن فيما عرضت من نقاط أسأل ضيفي من القاهرة معي الدكتور طارق فهمي كما ذكرت مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا يصل إلى واشنطن خلال هذا الأسبوع يعقد اجتماعات مع نظيره جيك سوليفان السؤال الآن في هذه المرحلة إسرائيليا ما هو المطلوب من أمريكا؟ إسرائيليا إسرائيل تطلب في هذا التوقيت هو ليس عرقلة الاتفاق أو التعامل معه بالصورة التي كانت منذ عدة أسابيع يسلم الإسرائيليين الآن بأن هناك اتفاق وهذا الاتفاق يجب أن يكون يعني في نتائجه وفي ما سينتهي إليه ليس ضارا بالأمن القوم الإسرائيلي الجديد في هذا الأمر هو هناك وجدي نظر المستوى العسكري يتعامل معه أن الاتفاق قد يتم خلال فترة وجيزة والقضية ليست في الحرس السوري ولا في فيلك القدس القضية أكبر وأعمق من هذا وهو طبعا وفق الإسرائيليين أن يكون هناك ضغوطات لعدم تمدد القدرات الساروخية للجانب الإيراني والممارسات الإيرانية في الإقليم بما يؤثر على الأمن القوم الروسي إذن ليست القضية وحدها مرتبطة بالحرس السوري الإيراني الأمر الثاني هو أن لا يكون هذا الاتفاق ممثل لإشكالية طويلة المدى على الأمن القومي الإسرائيلي المفاوضات طبعا بتتشعب لنقاط جديدة لكن الجديد في الأمر هو ما يلي أولا الاتصال الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي فيتالي بينيد خلال السعاد الأخيرة كشف بعمق أن هناك تعاطف لكن هذا التعاطف الأمريكي مع الحكومة الإسرائيلية وأن الرئيس جو بايدن سيزور تل أبيب والهدف من هذا هو تواصل القنوات الدبلوماسية والأمنية الأمن هو مرتبط بالمتطلبات الأمنية وعملية توقيع الاتفاق هناك تسليم كما أشرت به أن الاتفاق سيوقع وأن المشكلة سترتبط بعنصر الوقت ليس أكثر الأمر الثاني هو المستوى السياسي في إسرائيل وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث في هذه المرحلة عن بلان بي لهذا الاتفاق النووي الإيراني وكأنها تحاول أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية تدفعها بعدم التوقيع على هذا الاتفاق والبحث عن خطة بديلة إن لم يكن هناك اتفاق مع إيران هل تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستذهب بهذا الاتجاه لأنه بعض الأصوات ونناقش هذه النقطة بعد قليل بعض الأصوات داخل أمريكا تعتقد بأن واشنطن قدمت الكثير من التنازلات للجانب الإيراني والجانب الإيراني لم يكن متعاوم بما فيه الكفاية هل تعتقد بأنه سيتم الحديث أو بحث ربما خطة بديلة للاتفاق يعني دعيني وصاريحك من متابعتنا لوسال الإعلام الإسرائيلية هناك تشويش وهناك غير سوء الصورة غير جيدة على هذا المستوى لكن الخطة مقترحة منذ أكثر من سبعة أشهر وخطة العمل المشتركة وهي طرحت فيه سياق المفاوضات ولم يسلم بها الجانب الأمريكي لكن الجانب الأمريكي بالفعل أدم كثير من التنازلات واستجد الحوار مع الجانب الإيراني لكن الآن ما هو الهدف الأمريكي تجاه إسرائيل أنا في تقدير الشخصي هو توجيه رسائل تطمينات وضمانات للحكومة الإسرائيلية لعدم القيام بعمل منفرد لأن الإسرائيليين في نهاية المطاف هم من سيقرروا أمنهم القومي بصرف النظر عن استمرار قنوات للتواصل مع الإدارة الأمريكية فعلها الإسرائيليين حينما ضربوا المفاعل النمو العرائي وهناك مساحات كبيرة من التجازم في النهاية أنت تتحدث عن أمن إسرائيل القومي هناك طبعا مساحات طلاقي كبيرة مع الإدارة الأمريكية لكن الرئيس الأمريكي الآن يتخوف من انتخابات التجديد النصفي يتخوف من إجراءات إسرائيلية منفردة ربما ستواجه هذا الاتفاق فبالتالي رسائل الطمأنينة إن صحة التعبير لا تكفي للحكومة الإسرائيلية ولا أعتقد أنها ستكفي لأن القضية مرتبطة بأمنهم وأمن إسرائيل خط أحمر بنسبة إسرائيليين وليس فقط للجانب الأمريكي أعتقد أن الإسرائيل هم من سيقرر أمنهم والخلافات ستتسع بطبيعة الحال لكن في النهاية هم مسلمين بأن سيكون هناك اتفاق بصرف النظر عن تنازل إيران عن شرط الحرس السوري لأنهم في النهاية يروا أن فايلة كل قدس سيبقى فبالتالي القضية ليست في قوات الحرس السوري لكن في جملة البطالب التي يمكن أن يتجاوب معها الجانب الأمريكي ننتظر أن ينضم إلينا ضيفنا من تهران ليحدثنا عن وجهة النظر الإيرانية أعود لضيفي من واشنطن دكتور غريغوري بين هذا الرفض الإسرائيلي المعلن منذ البداية لهذا الاتفاق والرغبة الإيرانية الآن لاستكمال هذا التفاوض بالذات في الحديث اليوم بأن إيران دعت إلى عقد اجتماع حضوري جديد في أسرع وقت ممكن أمريكا تتجه بأي صوب أي اتجاه هل صوب ما تريده إسرائيل لجهة ربما تعطيل أو تأخير هذا الاتفاق لحين الحصول ربما على ضمنات لا تنوي إيران تقديمها أو بأي اتجاه أنا باعتقد أن الوليات المتحدة وفيما يخص العلاقات الأمنية مع إسرائيل فهذه العلاقات توطيدة ونواتق من أن إدارة الرئيس بايدن سوف تقول للقيادة الإسرائيلية إنه سيكون هناك استمرار حماية أمريكية لإسرائيل بأي شكل من الأشكال في حال قامت إيران بأي تصرفات مجنونة مثل إطلاق السواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل وعند هذه الدرجة الوليات المتحدة سوف تحاول إعادة التأكيد والتهديث وتمأنت الإسرائيليين بشأن أن واشنطن سوف تلجو للدفاع عن إسرائيل في حال أي هجوم إيراني ولكنني لا أظن أن ذلك سوف يوقف إدارة الرئيس بايدن عن التقدم بالاتفاق النووي فإن الرئيس بايدن في 2020 كان يعتمد خلال حملته الانتخابية على ضرورة الرجوع إلى الاتفاق النووي مع إيران فلذلك من المهم بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي الوفاة بهذه الوعود الانتخابي السابق نتوقف الآن عند هذا التقرير السريع ثم أعود لحضراتكم إذن هذا الاجتماع الأمريكي الإسرائيلي المرتقب يأتي في إطار مجموعة أوبال وهذه المجموعة هي مجموعة عمل هدفها وضع استراتيجيات للضغط على إيران نتابع التفاصيل مجموعة العمل التي تحمل الإسم الرمزي أوبال أو ليشم بالعبرية تأسست في الأيام الأولى لإدارة أوباما وترأسها مستشار الأمن القومي من الجانب الإسرائيلي والأمريكي كانت مجموعة العمل هي المكان الرئيسي لوضع استراتيجيات حول كيفية ممارسة الضغط على إيران خلال فترة ولاية أوباما الأولى وأصبحت المكان الأساسي لإثارة الخلافات حول الاتفاق النووي خلال فترة ولاية أوباما الثانية وفق موقع أكسيوس وخلال ولاية دونالد ترامب انعقدت مجموعة لمناقشة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وتنسيق حملة الضغط الأقصى وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه في فبراير من العام الماضي عندما كان بنيمين نتنياهو لا يزال رئيسا للوزراء اقترحت إدارة بايدن إعادة عقاد مجموعة العمل وقد اجتمعت في شهري مارس وأبريل وعندما زار رئيس الوزراء نفتل بنت البيت الأبيض في أغسطس لعام 2021 وافق هو والرئيس جو بايدن على استئناف مجموعة العمل أعود لاستئناف هذا النقاش وانضم إلينا ضيفنا من تهران دكتور أحمد مهدي أستاذ الإعلام السياسي في جامعة قم الإيرانية إذن أبدأ مع ضيفي من تهران بعد لحظات بداية أسأل في هذا الجزء بعد تحدثنا أو بعدما تحدثنا عن أوبال مع ضيفي من القاهرة دكتور طارق مجموعة أوبال كما ذكرنا في التقرير هي المكان الرئيسي لوضع كل هذه الاستراتيجيات حول كيفية الضغط على إيران أيضا إسرائيليا كيف تنوي إسرائيل الضغط على تهران وكنا تحدثنا وذكرت حضرتك في البداية بأنه قد تضطر إسرائيل وقد فعلتها مسبقا القيام بعمل منفرد تجاه تهران وبالتأكيد طبعا هناك تفاهمات أمريكية كبيرة مع الجانب الإسرائيلي على اعتبار أن أمن إسرائيل قضية تهم الجانب الأمريكي وليس مجال لصراع الديموقراطيين أو الجمهوريين منذ وصول إدارة الرئيس جو بايدن لكن الرئيس الأمريكي قبل أن يأتي للبيت الأبيض كان لديه مشروع في استئناف الاتفاق بصورة أو بأخرى ولا تنسي أن المجموعة التي تدير التفاوض الآن هي مجموعة أوباما فبالتالي هي من مصلحتها الآن التوصل إلى اتفاق بصرف النظر عن النقاط الرئيسة في هذا الإطار ترى إسرائيل أن الإدارة الأمريكية الحالية وفريق المفاوضين قدموا تنازلات كبيرة سيكون لها نعكسات على الأمن القومي الإسرائيلي بصورة أو بأخرى لجنة العمل المشتركة طرحت رؤى بالمناسبة ومقاربات ليس الخطة باء فقط ولكن اقترحت بعض الأراء والتصورات بهدف تقييد حركة الجانب الإيراني وتضمنها هذه البنود الرئيسة في عملات التخصيب وفي عمليات الاستهداف للجانب الإسرائيلي وغيرها من الشروط التي غال فيها الجانب الإسرائيلي في المفاوضات بالفعل حاولت الإدارة الأمريكية أن تفكك عناص الخلاف مع إسرائيل في هذه الأمور وتتالت كما تعلمي حضرتك طوال الشهور الماضية لقاءات واتصالات أمريكية عديدة خارج حتى نطاق اللجنة المشتركة بهدف أن يكون هناك رسائل تطمينات للجانب الإسرائيلي في تأديري الشخصي أن إسرائيل هي من ستقرر أبنها وفي مخيلة الجانب الإسرائيلي للأمانة كيف تعاملت الولايات المتحدة مع حلفائها في الناتو في أزمة أوكرانيا فهناك مخاوف عميقة الآن في إسرائيل من أن الولايات المتحدة لن توفر الأمن والأمان والاستقرار للجانب الإيراء الجانب الإسرائيلي في حالة توقيع الاتفاق لا توجد ضمانات بالعكس طالبت إسرائيل بضمانات مكتوبة دعيني أشير إلى ما طلبته إسرائيل في المفاوضات وهذا هو الأمر المهم بعيد عن وسائل الإعلام الإسرائيلية لأنها تمارس نوع من التشويش على الحقائق واحد طلبت تعهدات مكتوبة من الإدارة الأمريكية لا علاقة لها بالإطار الزمني للإدارة سواء كانت إدارة جو بايدن أو أي إدارة قادمة الأمر الآخر طلبت أن يكون هناك مراقبين ومفاتشين إسرائيليين لمتابعة ما يجري فيه المنشآت النووية الإيرانية بصرف النظر عن بنود الاتفاق ثم طلبت بعد ذلك بأن يكون هناك تنصيق أمريكي إسرائيلي في القاعدة العسكرية المشتركة في شمال نهاريا لمراقبة ومتابعة ما يجري على الجانب الإيراني جملة من التفاصيل الأمنية التي لم يتبحها وسائل الإعلام هنا كان الخلاف الحقيقي ما بين الإدارة الأمريكية الحالية وفريق المفاوضين ومستشار الأمن القومي الأمريكي جاكسول فيها نفسه مع الجانب الإسرائيلي من خلال رئيسي الموساد ورئيس الاستخبارات العسكرية ثم من ضم إليه مستشار الأمن القومي الحالي إذن هذه الخلافات والتباينات خلافات حقيقية لأن فيها في النهاية الإسرائيليين هم من سيقرروا أمنهم دون انتظار إلى دفاع أمريكي أو ما إلى ذلك إسرائيل الآن تتخوف من المدى الطويل للسواريخ الإيرانية من وجود إيران في عدد من العواصم العربية بالقرب من إسرائيل واضح أسأل دكتور أحمد مهدي من طهران وبالتالي كل هذه الأمور سيكون لها تداعيات على أي تحرك إسرائيلي في هذا التوقيت والإسرائيل لن يكتفوا بهذه الرسائل من الطويل بالعكس سيستدموا كل الوسائل المباشرة سمح لي أسأل ضيفي دكتور أحمد من طهران اليوم أسألك عما بدر من إيران من هذه الدعوات الآن لعقد اجتماع حضوري جديد في أسرع وقت ممكن كل ذلك في إطار مباحثات فيينا وهي المعلقة منذ شهر مارس أو مارس ماذا في جعبة طهران؟ لماذا تريد الآن عقد هذه المحادثات بوجهة نظرك؟ شكرا على الاستضافة وحييكي وحيي الزوالة في قناة الشرق والضيوف والكرام والمشاهدين على عزة بالنسبة إلى طهران يعني تريد في الحقيقة عبرت عن رغبتها عدة مرات أنها تريد التوصل إلى اتفاق لأحياء الاتفاق النووي لأنها ليس من مصلحتها أولا على الصعيد الاقتصادي أن يبقى الاقتصاد الإيراني يعاني من وطأ ضغوط الحضر الأمريكي هذا من جانب ومن جانب آخر تريد على صعيد السياسة الخارجية طمأنة بلدان الجوار لا سيما البلدان الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية أنها جادة في التوصل إلى اتفاق وأنها لم تكن المقصرة أو السبب الرئيسي في خروج الولايات المتحدة وإيصال الوضع إلى التعقيدات الراهنة والنقطة الثالثة التي تحاول أن تهدف طهران عبر التوصل إلى اتفاق لأحياء الاتفاق النووي سد الطريق أمام الجانب الإسرائيلي الذي يحاول التغلغل وإثارة التوترات والاضطرابات في المنطقة عبر الإيحاء بأن طهران تريد الحصول على ترسانة نووية وأسلحة ذرية وما شابه ومشاكل من هذه التخريفات التي تدخل في صلب موضوع رهاب إيران وشيطنتها على صعيد المنطقة ومن ثم محاولة التأثير على الجانب الأمريكي لتسويق الأسلحة إلى بعض البلدان الموجودة في المنطقة بهذه الذرائع والحجج إذن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حريصة وتريد أن تثبت للأطراف الأخرى وكذلك للجانب الأمريكي الذي يحاول التملص من تعهداته ويلقي اللوم على طهران بأنها هي التي انسحبت من المفاوضات وهذا لم يحصل أبدا هذا يدخل في مجال طمأنة الأطراف الأخرى في جانب الاتفاق النووي أفهم من كلام حضرتك دكتور أحمد بأنه الآن طهران كما ذكرت تريد أن تقطع الطريق أمام تل أبيب التي لا تريد لهذا الاتفاق النووي الإيراني أن يتم ولكن كيف ستقطع الطريق طهران؟ هل ستبدي مرونة بكل هذه الشروط شروط المفاوضات التي ما زالت عالقة بينها وبين واشنطن أو عبر أي آلية؟ يعني بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية صرحت عدة برات أنها لا تريد أي شيء أدنى من أو خارج إطار الاتفاق النووي وأنها تكتفي ببنود الاتفاق إنما الجانب الأمريكي هو الذي يعاني من ضغوط والكرة ما تزال في ملعبه منذ فترة وهو الذي صرح عدة مرات بإلقاء اللوم واختلاق الذرائع مرة يلقي اللوم على الجانب الروسي بأنه هو الذي يعرقل المفاوضات ومرة أخرى يطرح شروطا لا علاقة لها بالاتفاق قضية الحرس الثوري والثأر لدماء الشهيد سليماني وغيرها من الأمور التي لا ترتبط بالاتفاق إذن الجانب الإيراني في الحقيقة لا يريد شيء خارج الاتفاق وليس جاهز لتقديم تنازلات أخرى خارج الاتفاق لأن ذلك سيوحي أو سيخلق انطباعا لدى الجانب الأمريكي بأنه تمت ضعف لدى الجانب الإيراني وأنه يريد التوصل إلى الاتفاق بأي قيمة ممكنة هذا سيمنح الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي من ورائه فرصة للتقدم إلى الأمام من أجل ممارسة ضغوط أكثر على الجمهورية الإسلامية لتقديم تنازلات وهذا لن يحصل أبدا لأنها أوضحت خلال سبع أو ثمان جولات من المفاوضات أن لديها خطوط حمراء وأنها لن تتنازل عنها لا سيما على الصعيد الاقتصادي وكذلك في المجال السياسي عن الشأن الاقتصادي بإيران وكيف ما زالت تتأثر إيران بكل هذه العقوبات ما زالت مفروضة نناقش بعد قليل الآن أتوقف عند هذا الفاصل الأول في هذا الحلقة من الرابط ثم نعود بعد ذلك لاستئناف النقاش ابقوا معنا الأعلان الإيراني عن ضرورة عقد اجتماع حضوري في أسرع وقت ممكن للبحث في مستجدات إحياء الاتفاق النووي يأتي في ظل توقف هذه المحادثات أي محادثة فيينا منذ شهر مارس وستتحميل كل طرف مسؤولية التوقف على الأطراف الأخرى نتابع التفاصيل منذ انتهت الجولة الثامنة من مفاوضات النووي الأمريكي ولا يزال التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن يواجه العقبات بسبب عوامل خارجية أدت لتوقف المباحثات في فيينا وفق ما أعلنه الاتحاد الأوروبي في الحادي عشر من مارس الماضي واشنطن قالت في الحادي والثلاثين من مارس إنه لم يتبقى سوى عدد صغير من القضايا العالقة في المحادثات النووية مع إيران لتوصل إلى اتفاق مضيفة أن الكرة في ملعب طهران لحل هذه القضايا ولم تتطرق واشنطن لإبداء الحل ترغب روسيا في الحصول على ضمانات أميركية بشأن العلاقات التجارية بين طهران وموسكو فيما تصر طهران على رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب هذه القضايا العالقة دفعت إيران للإعلان في الثالث من أبريل الماضي أن الكرة في ملعب واشنطن وفيما جاءت تقارير سابقة عن بحث إدارة بايدن رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب لكن في الثامن من أبريل شددت واشنطن على إبقاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء في خطوة رأها البعض تراجعا في الحادي عشر من أبريل عبرت إيران عن شكوكها في إيرادة الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي متحدثة عن خلافات مستمرة بعد عام من المفاوضات إلى أن أعلن مستشار الوفد الإيراني المفاوض في فيينا في الرابع والعشرين من أبريل الجاري أن الصراع الداخلي في واشنطن يعقو التوصل إلى اتفاق في فيينا لكن الوضع في أوكرانيا سيجبرها على الاتفاق على حد تعبيره أبدأ من حيث انتهى هذا التقرير أي الصراع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية حول مستقبل هذا الاتفاق وهو ما أسأل عنه ضيفي دكتور جريغوري من واشنطن إذن هناك أصوات أمريكية داخلية تصر على أن هذا الاتفاق النووي مع إيران سيعرض الأمن القومي للولايات المتحدة أيضا لكل شركاء واشنطن للخطر هل هذه الأصوات لديها ثقل في هذه المرحلة ونحن نعلم بأنه عندما توقفت هذه المفاوضات في شهر مارس كان من المفترض أن يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها قبل أن توجز ثم توقفت هل هذه الأصوات هي أصوات تأخذ بعين الاعتبار في هذه المرحلة الآن بعد توقف هذه المفاوضات إن المعارضة لكون الوليات المتحدة ترجع إلى هذه السفقة النووية مع إيران شيء معروف إن الحزب الجمهوري داخل الوليات المتحدة كان ضائم ولا يزال يعترض على هذه السفقة وحتى عددا من الديمقراطيين عندما تم توقيع السفقة النووية في 2015 أيضا عبروا عن المعارضة فكل ذلك تمحور حول المحافل السياسي وهذا شيء معروف فإن إدارة رئيس بايدن لا تزال على دراير بشأن هذه المعارضة ولكن من مهجة نظر الإدارة الأمريكية فإن العالم كان مكانا أكثر سلامة مع وجود هذه السفقة وبما أن هذه السفقة غير موجودة ويتم التفاوض حولها بعد انسحاب وحدي الجانب من قبل إدارة دونالد ترامب منها الأمر الذي قد أدى إلى كون الإيرانيين يزيدون معندلات تخصيب الإيراني أصبح العالم أقل سلامة فوفقا لإدارة رئيس بايدن هذا حجة أساسيا بشأن ضرورة التوصل إلى هذه الاتفاقية من جديد إذن فإنهم كانوا يعرفون دائما أن المعارضين سوف يعبرون عن السخط بشأن هذه السفقة ولكنهم الآن يحافظون على الموقف بشأن أن تكون هناك سفقة أفضل بكثير بالمقرر من العدام أي نوع من الاتفاق فبالتبع أغلب الذن أنه خلال رئيسة ترامب كان هناك معارضة شاملة ولكن حتى عددا من المسؤولين الأمنين في إسرائيل قد أعربوا عن أن هذه السفقة كانت تصلح لأغلب المكونات والعوامل قبل انسحاب الرئيس ترامب منها فأنا أظن أن إدارة رئيس بايدن غير مستغربة الآن بالمعارضة الأمريكية الداخلية لهذه السفقة ولا أظن أن ذلك سوف يعيق الإدارة الأمريكية عن التقدم والتوصل إلى هذه السفقة هنا أسأل ضيفي من تهران دكتور أحمد إذن البعض يرى بأن صفقة في الولايات المتحدة الأمريكية صفقة أفضل منها صفقة على الأقل هناك أطر للتعاطي مع إيران ولكن هناك أيضا تخوفات في المنطقة بأنه سيعطي هذا الاتفاق النووي الجديد الذي سيبرم مع إيران عشرات المليارات من الدولارات عبر تخفيف العقوبات طبعا ماذا عن هذه المخاوف لجهة بأنه ستستثمر إيران هذه الأموال ربما في زعزعة الاستقرار بالمنطقة وبالذات بأن إيران لم تقدم أي تنازلات بهذا الصدد لا لدول منطقة ولا حتى للمفاوضات في فيينا ورفضت إدراج أي من هذه المخاوف على بنود النقاشات نعم بالفعل هذه المخاوف كما تفضلت هي موجودة وهي ما تحاول الترويج له بعض الخطوط والشخصيات الأمريكية المدعومة من قبل الكيان الإسرائيلي واللوبيات الصهيونية واليهودية الموجودة في الولايات المتحدة ولكن بطبيعة الحال ينبغي النظر إلى الواقع كما هو عدم الإنجرار وراء التصورات والأوهام التي تحاول بعض الأوساط اليهودية والأمريكية الترويج لها عبر ما يسمى بالتغلغل أو النفوذ الإيراني في المنطقة واستخدام هذه الأموال لكن ليست إسرائيل فقط قلقة من إيران سيد ودكتور أحمد دول منطقة قلقة من إيران أيضا وبالتالي ما الذي ستقوم به طهران في هذه المرحلة من أجل ربما علاقات أفضل ونعلم بأن هناك تطور على ما يبدو في هذه المفاوضات الإيرانية السعودية لجهة علاقات أفضل في المستقبل وبالتالي ما الذي ستقدم طهران في هذه المرحلة نعم بالفعل طهران قدمت الكثير من التطمينات وقدمت عديد من دخلت في جولات حوار وقدمت المبادرات ما يخص الأمن في المنطقة كما قامت به الحكومة السابقة حكومة الرئيس روحاني عبر ما يسمى مبادرة مضيق هرمز للسلام والحوار الإقليمي هذا كله طبعا لا يعجب الكيان الإسرائيلي الذي يريد إثارة التوترات والترسيخ أو شق العصى الخلافات ما بين بلدان المنطقة والجمهورية الإسلامية لخلق عدو وهمي وحرف البوصلة عنه من أجل أن يمهد المجال أو يفسح الطريق أمامه للمزيد من الإرهاب والعمليات الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني هذا أولا من جهة أخرى حكومة الرئيس رئيسي يعني الحكومة الحالية قامت بخطوات عملية على صعيد الدخول في حوار وكما تفضلت شهدنا أخيرا الجولة الخامسة من الحوار ما بين الجانب الإيراني والسعودي وهو ما يبشر بخير وما يفتح صفحة جديدة في العلاقات ليس بين الطرفين فقط وإنما لعموم بلدان المنطقة التي في الواقع تريد فتح صفحة جديدة وهناك بشائر بأن تنتقل المفاوضات ما بين الجانبين من المستوى الأمني إلى الجانب الدبلوماسي وكما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بأن هناك رؤية واضحة على صعيد فتح أفق جديد في العلاقات ما بين الجانبين طبعا هذا كله لا يجدي أو لا يدخل ولا يصب في مصالح الكيان الإسرائيلي الذي يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة لأنه قام على الاحتلال وقام على القتل وممارسة الإرهاب هنا أسأل ضيفي من القاهرة دكتور طارق إسرائيل كيف تراقب المشهد في هذه المرحلة مع الإعلان اليوم عن هذا التطور في هذه المحادثات جولة خامسة من المحادثات السعودية الإيرانية ونعلم بأنه إسرائيل ربما هذا الخبر لن يكون أفضل خبر سمعته اليوم أو في المجمل لا تريد هذه العلاقات مع إيران أن تتطور وبالتالي ماذا نتوقع ماذا سينتج عن ذلك في ظل علاقات قد تبدو أفضل مع دول منطقة بين إيران وجيران إيران ومسعى آخر يقول بأن الاتفاق النووي الإيراني سيتم التوافق عليه وستمضيها الولايات المتحدة الأمريكية وبطبيعة الحال ستبقى إسرائيل طبعا هي المهدد لأمن الإقليم بصورة أو بأخرى لكن إسرائيل تبحث عن أبنها بصورة مباشرة سواء وقع الاتفاق أو لم يوقع فستكون هناك رسائل مباشرة لأمن الإقليم وانفتاح بطبيعة الحال إسرائيل في إطار علاقات ومشروعات للتعاون الإقليمي مع الدول العربية اللي وقعت معها السلام بطبيعة الحال الأمور تتغير في الإقليم وإسرائيل تحاول إعادة تقديم نفسها في الإقليم برغم عدم موجود أي مقاربة سياسية لحل القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية والممارسات التي تقوم بها في مدينة القدس والانتهاكات في تجاه الحق الشعب الفلسطيني لكن في النهاية إسرائيل هي من ستقرر أمنها بصورة أو بأخرى صحيح أنها ربما سيكون لديها رؤيتها الخاصة أو مقاربتها في أي تقارب عربي إيراني لكن اسمح لي أن أقول لحضرتك وليديوفك الكرام ما زال الوقت مبكرا أمام تطوير منظومة العلاقات العربية الإيرانية لأن أيضا الإيرانيين عليهم أن يستوفوا شروط قبولهم في المنطقة القضية ليست حوارات أو مفاوضات مع أي أطراف عربية بطبيعة الحال نحن مع هذا الانفتاح ونؤيده لكن الإيرانيين عليهم أن يكفوا أيضا عن التدخل في شؤون الإقليم أو التباهي بوجودهم في العواصم العربية وأن يبدأوا علاقات عربية إيرانية نقية وصحيحة في موجة أي أطراف أخرى هذا أمر مهم للغاية وبالتالي أعتقد أن مزيد من التدخلات الإقليمية سواء الإسرائيلية أو الإيرانية أو التركية ستهدد أمن الإقليم بصورة أو بأخرى الدول العربية الآن في مرحلة انفتاح على العلاقات مع الأطراف الإقليمية سواء كان مع إسرائيل بين خلال معاهدات السلام مع تركيا أيضا وتمت لقاءات على هذا المستوى مع دول عربية رئيسة وأيضا مع الجانب الإيراني ونتمنى بطبيعة الحال أن تكون هناك انفراجة في العلاقة لكن إيران عليها أن تستوفي أيضا شروطها شروط الدول العربية في عدم تدخل في شؤون العربية عدم توظيف الوكلاء للإيران في الإقليم عدم استخدام الميليشيات الحوسية وتوظيفها حماس والجهاد والحجل الشعبي لا أريد أن أكرر كلاما مكررا في هذا السياق أعتقد هذا هو الذي يتيح مناخ عربي للدول الإقليمية سواء كان مع إيران أو مع تركيا إسرائيل ستبقى هي المهدد الأكبر لأمن الإقليم إذا تم الاتفاق بالفعل أنه ستكون له توابع على أمن الإقليم ولا تنسي أننا لم نشارك دول عربية في هذا الاتفاق أو في مفاوضاته أو اتصالاته ونجحت الولايات المتحدة في إبعاد العالم العربي عن هذا أعتقد أننا محتاجين مقاربة عربية أيضا أمريكية في هذا الإطار لأننا نحتاج أيضا إلى رسائل تطمينات إذا توصل الطرفين لاتفاق ماذا عن أمن القوم العربي وهذا هو الأهم في هذا التوقيت وليس أمن إسرائيل أو أمن إيران فقط ضيوفي الكرام ابقوا معا توقف عند هذا الفاصل الأخير في هذه الحلقة ثم أعود بعد ذلك لاستئناف النقاش ابقوا معنا الحرس الثوري الإيراني أحد إذن العقد الأساسية أمام إتمام الاتفاق النوى بين الغرب وإيران فالحرس الثوري هو القوة الحامية للنظام الإيراني وتسعى نفوذه ليصبح القوة المسيطرة للبلاد ولكنه يشارك أيضا في حروب وعمليات خارجية متابعة التفاصيل في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979 رأى قادتها ضرورة إنشاء قوة لحماية نظام الجمهورية الناشئة فتكون الحرس الثورية ليكون تابعا للمرشد الأعلى وزاد نفوذه على مدار السنوات ليصبح القوة العسكرية المهيمنة ويتولى العديد من المهام العسكرية الكبيرة في داخل البلاد وخارجها ويقدر عدد أفراد الحرس الثورية بنحو مائة وخمسة وعشرين ألف عنصر ولديه قوات أرضية ووحدات بحرية وجوية كما يشرف على أسلحة إيران الاستراتيجية ويعد الحرس الثورية ثالث أغنى مؤسسة في إيران كما يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد هناك من خلال تحكمه بالعديد من المؤسسات في مختلف المجالات ويتبع الحرس أيديولوجية معينة تدفعه لتكوين عشرات الجماعات المسلحة الشيعية والتي تتدخل في شؤون باقي الدول وتشارك في حروب خارجية كالحرب السورية كما يحتفظ الحرس بعناصر له في السفرات الإيرانية عبر العالم يقال إن هذه العناصر هي التي تقوم بتنفيذ العمليات الاستغباراتية وتسهم في تقديم الدعم لحلفاء إيران في الخارج أعود لضيوفي الكرام وأسأل ضيفي من أمريكا دكتور غريغوري بحسب كل التسريبات في هذه المرحلة إدارة بايدن لازلت تدرس الشطب إذن كما ذكرنا في هذا التقرير الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب البعض يرى بأنه ستقوم واشنطن بذلك تدريجيا بمعنى شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب ولكن ابقاء بالتحديد فيلق القدس التابع لهذا الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية ماذا نتوقع؟ ماذا نعرف من معلومات حول هذا التفصيل الهام؟ بالطبع هذا أحد المشكلات الأساسية أمام صير المفاوضات في فيانا مما يتوفر لدينا من المعطيات الإعلامية ولكن من الممكن والوارد أن الوليات المتحدة قد تحول توصل إلى حال واسط مع الحكومة الإيرانية بشأن أن يكون هناك فيلق القدس وهذا واحدة من وحدات الحرس الثوري وهذا الفيلق سوف يبقى في قائمة الإرهاب ولكن ليس كل المنظمة كل الحرس الثوري إذن فهذا بالنسبة للديبلوماسيين أن يتفعوضوا عليه مع طرف الإيراني بغية الوصول إلى نوع من الحل الواسط ولكن بطبع هناك الكثير من التخوفات داخل الكونغرس الأمريكي خاصة في محافل الجمهوريين الذين كانوا ولا يزلون ينتقدون إمكانية كأن إدارة الرئيس بايدن قد تزيل الحرس الثورية من القائمة الإرهابية فبالتبع هناك الكثير من الدغوطات الممارسة على الرئيس بايدن وإدارته بغية عدم تغيير هذا القرار الذي تم اتخاذه من قبل الرئيس ترامب ولكن قد يكون هناك حال واسط كما شارت إليه سابقا طيب إذن تبحث واشنطن عن حلول وسط قد لا يرضي ذلك الجانب الإسرائيلي وهنا أسأل دكتور طارق فهمي كان هناك إعلان واضح إسرائيلي بأن الموقف من هذه القضية أي الحرس الثوري الإيراني بأنه هو أكبر منظمة إرهابية في العالم بوجهة نظر إسرائيل لو قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشطب هذه المنظمة أو هذا الحرس الثوري الإيراني من قائمة العقوبات وقائمة الإرهاب ماذا نتوقع من إسرائيل وأنت كما قلت بأن أمنها القومي هو أولوية وخط أحمر بالنسبة لها وبالتالي ما هي الإجراءات التي ستترتب على هكذا قرار أمريكي إن صدر إن صدر هذا القرار فلن يحظى بأي مقبول من الجانب الإسرائيلي بالعكس نقطة خلاف جوهرية ومفصلية في التفاوض الذي سيتم خلال الأيام المقبلة بين المستشاري الأمن القومي واللجنة المشتركة لأن هذا الأمر لن يسمح فيه إسرائيليا بأنصاف حلول أو أشباه خيارات أما وإن تم فستحتفظ إسرائيل بالتعامل المباشر مع إيران يعني الصحيح أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنصقان في ملفات كثيرة وفق اتفاقية الشراكة الأمنية وفق كثير من الاعتبارات الأمنية التاريخية بين البلدين والاعتبار أن إسرائيل شأن داخلي أمريكي يتطفق عليه الجمهورين والديمقراطيين إلا أن التعامل مع الحرس السوري أمر مختلف تماما المستوى العسكري في إسرائيل أجهزة المعلومات وتحديدا الشابات والشين بيت وأمان المخابرات العسكرية والموساد وغيرها من الأجهزة الأمنية المعلوماتية التي سيكتعل منها هناك اتفاق جمعي بضرورة التعامل العسكري في هذه الحالة وربما ستكون هناك طبعا إجراءات منفردة صحيح أنه لم يحدث اشتباك في مناطق التماسي الاستراتيجية في سوريا في مناطق التماسي بجوار درعة سويداء والكنيترة ومناطق أخرى من الأسراعات لكن في النهاية ستخرج إسرائيل لتقرر أمنها ستنتقل من الدبلوماسية الخفية أو استخدام الأساليب الغير معلنة في الاختراقات والاختيالات وغيرها ولا أستبعد في هذه الحالة أن تقدم إسرائيل على استئناف سياسة الاختيالات وقد فعلتها إسرائيل من قبل أو أنها ستكون بأعمال استخباراتية على مستوى عالي داخل إيران وما تشاهدينه الآن من حرب خفية ربما لن تتوقف على الاختيالات سيكون هذا هو الخيار المؤكد والمرحلي وهو ما يجري الآن بصورة أو بأخرى مع الفارق في عمليات التنفيذ يعني الرسالة الأخيرة أن إسرائيل لن تقبل بشطب الحرس السوري وإعادة تعويم دوره في المنطقة بصورة أو بأخرى لمزيد من التدخلات في شؤون العواصم العربية المختلفة ونأسأل دكتور أحمد مهدي على الجانب الآخر لو لم يتم شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب هل ستذهب إيران قدما بالاتفاق النوية الإيراني أم أن هذا شرط أساس للمضيء بهذه المفاوضات بطبيعة الحال بما أن مؤسسة الحرس الثوري هي مؤسسة رسمية وحكومية وتابعة للجمهورية الإسلامية وللنظام السياسي في البلاد لا يمكن إبقاءها على قائمة الإرهاب المزعومة الأمريكية بدعوة التدخلات الإيرانية في المنطقة ينبغي التنويه لأن التدخلات هذه المزعومة هي في الحقيقة لمواجهة التدخلات الأمريكية وإقامة قواعد عسكرية غير شرعية على أراضي العراق وسوريا والعمليات الإرهابية التي قامت بها الموساد والشينبيت وغيرها من الأجهزة الاستخبارية الأمريكية في الحقيقة الحرس الثوري هو الذي تصدى للعديد منها ودخل في العراق وسوريا بدعوة من الحكومات والأنظمة الرسمية في هذه البلدان لم يدخل عنوة ولم يمارس وجهات النظر مختلفة بهذا أشعر أن دكتور أحمد مهدي أنت تقول بأن حرس الثوري الإيراني هو دخل إلى بلدان معينة بناء على رغبة هذه البلدان أصوات مختلفة في هذه البلدان تقول بأن هذا تدخل إيراني خارجي وهو ما يثير هذا القلق وبالتالي هذه النقطة هي دائما هي تأخذ شد وجذب وهي مثار للقلق في المنطق ولكن اسمح لي أن تقل سؤال أخير لضيفي من واشنطن لأنه اقترب وقتنا من النهاية أسأل دكتور جريغوري هذه الأزمة الآن في الحديث مع إيران لجهة هل سيتم العودة الاتفاق النووي الإيراني أو لا؟ هي ليست فقط مرتبطة بإيران بل مرتبطة برفع العقوبات عن إيران وبالتالي مزيد من النفط الإيراني إن تم من رفع العقوبات بالأسواق العالمية وبالتالي أسألك سؤال الحلقة الرئيسي وهو هل هذه الأزمة أزمة الطاقة العالمية تقلبات الأسعار التي نشهدها قد تستوجب تحركا أمريكيا مختلفا مع إيران في هذه المرحلة مرحلة؟ إن إحدى المزايا لهذه السفقة في حال تم توسل إليها في النهاية هو أننا سوف نحصل على المزيد من أحجام النفط الإيراني في الأسواق الدولية فمع مرور الوقت هذا سوف يؤثر في أسعار النفط الأمر الذي سيسب في مصلاح اقتصادية لكل من الوليات المتحدة والدولة الغربية ولكن فيما يتعلق بإدارة بايدن فهذه الإدارة تتوخل حضر بغية عدم التجميع بين هذه الموضوع لأن الإدارة لا تريد أن يتم اعتبارها كإدارة تتوصل أمام الإيرانيين بغية هذا السبب للحصول على المزيد من النفط في الأسواق وتخفيف الأزمة في مجال التاقة فبالطبع قد يكون ذلك مزية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ولكن لأغراض سياسية إدارة الرئيس بايدن لا ترغب في الربط بين هذه المواضيع فلهذا السبب لا أعتقد أنها ستكشف بهذه النوايا فإن السبب رغبة الرئيس بايدن في الرجوع إلى هذه السفقة هو أن نجعل العالم أكثر سلامة لأنه كما قلت سابقا عند من صحب رئيس ترامب من السفقة فإن الإيرانيين قد زادوا تخصيب الأورانيوم إلى حوالي 60% وحتى أعلى من ذلك وهذا يجعل الأمر معقدا وخطيرا للغاية لأنكم تحتاجون إلى معدلات بغتة الحصول على قنبلة نووية فهذا ما كانوا يضلون من التصريحات بشأن المسلاح الحقيقي للولايخ المتحد بغتة الرجوع إلى السفقة النووية نعم أشكر ضيوفي الكرام ونكتفي بهذا القدر لأنه انتهى وقت هذه المقابلات شكرا كنت معي إذن دكتور غريغوري أفتان داليا وهو أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية كنت معي من واشنطن شكرا لك من طهران كان معي الدكتور أحمد مهدي أستاذ الإعلام السياسي في جامعة قم الإيرانية شكرا كان معي من القاهرة دكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الإسرائيلية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط شكرا جزيلا لك إذن بعد استفاضة هذا النقاش ملف الليلة خلص الضيوف إلى التالي بأن العقد للوصول إلى حل بشأن أحياء الاتفاق النووي مع إيران ليست محصورة فقط من موضوع الحرس الثوري بل بالحد من القدرات الصاروخية الإيرانية ومن تمدد هذا النفوذ الإيراني في المنطقة هذه الاجتماعات بين تل أبيب وواشنطن هدفها طمأنة إسرائيل التي تطالب بضمانات أمنية مكتوبة وجملة من التفاصيل الأمنية المتعلقة بإيران أيضا هذه الضغوط الاقتصادية تكبر من الجانبين الأمريكي والإيراني كان من خلال ارتفاع أسعار النفط والتضخم أو من خلال تداعيات هذه العقوبات تداعياتها ما يجعل من مصلحة واشنطن وتهران الوصول إلى حلول تساعد هذا الاقتصاد على مواجهة تلك الضغوط إذن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الرابط شكرا على المتابعة إلى اللقاء